السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات الكلا من أهم الأعضاء في جسم الإنسان ومن أهم وظائف الكلا التنقية وطرد السموم من الجسم سأتحدث عن أفضل الأطعمة المفيدة لصحة الكلا وتحميها من الإصابة بالفشل الكولوي وعن أفضل الأعشاب والمشروبات التي تحمي الكلا وعن أفضل وصفة صحية ومفيدة للصمغ العربي لحماية الكلا وعن أكثر العادات المؤذية للكلا التي يمارسها معظم الناس ولا يعرفون أنها يمكن أن تسبب فشل كلوي وعن أفضل مكمل غذائي مفيد لصحة الكلا وأيضا عن الأطعمة المفيدة لجميع الناس وبنفس الوقت هي ضارة لمريض الكلية طيب ما هي أفضل الأطعمة المفيدة لصحة الكلا وتحميها من الإصابة بالفشل الكلوي وغسيل التفاح بكل أشكاله وألوانه يمكن تناول تفاحة واحدة في اليوم تعادل حجم قبضة اليد قبل الوجبة الطعامية حرصا على عدم حدوث تخمرات وإزعاجات هضمية التوت بكل أشكاله وألوانه وخاصة التوت البري الكوسة والإخيار والبذنجان والفليفلة أو الفلفل الحلو الأخضر والأحمر والأصفر ويمكن تناولها مع الأرز الزهرة أو القرنبيط سواء المسلوقة أو المطهية الملفوف الأخضر والأحمر سواء مع الصلطة أو المطهي مع الأرز الجزر البرتقالي والأحمر الفطر أو المشروم جميع الخضار والفاكهة التي ذكرتها مفيدة للكلية يمكن أن يتناولها الجميع غير المرضى وأيضا مرضى الكلا في جميع مراحل مرضهم الخمسة لحم الدجاج مفيد وغني بالبروتين يمكن تناوله باعتدال فتناول كميات كبيرة من البروتين يمكن أن يسبب مشاكل كلوية وأيضا مشاكل قلبية الأسماك بأنواعها مفيدة للكلاء للجميع وأيضا لمريض الكلا لكن باعتدال وطبعا مريض النقرس ومريض اليوريك أسيد المرتفع لا يستطيع تناولها الشربات بجميع أنواعها مفيدة للكلاء للجميع لكن مريض الكلا يتناولها بكمية تناسب مرحلة مرضه فالمرحلة الأولى يمكنه تناول 250 مليلتر تقريبا تنقص تدريجيا إلى المرحلة الخامسة 50 مليلتر طيب ما هي أفضل الأعشاب والمشروبات المفيدة لصحة الكلا أفضل الأعشاب المريمية أو الميرامية والبابونج والشاي الأخضر هي مفيدة لصحة الكلا وتخفض نسبة الكرياتينين وطبعا لا ننسى أهمية شرب الماء لصحة الكلا وكون هذه الأعشاب والمشروبات مفيدة فهذا لا يعني تناولها جميعا في نفس اليوم طيب ما هي أفضل وصفة صحية ومفيدة للصمغ العربي لحماية وتنقية الكلا الصمغ العربي سواء الفاتح أو غامق اللون مفيد جدا لكن بشرط استخدامه بطريقة صحيحة يتم نقع قطعة صغيرة من الصمغ العربي في كوب ماء لمدة 12 ساعة حتى يذوب في الماء وأيضا لمن يرغب يمكن طحن قطعة من الصمغ العربي قبل نقعه في الماء وذلك من أجل تسهيل ذوبانه وبعدها يمكن تناول الكوب ونوعي الصمغ جيدين الألياف الموجودة في الصمغ العربي تساعد الكلا في إخراج السموم وللأسف شائع بين الناس أن الصمغ العربي مفيد لمريض الفشل الكلوي ولمريض غسيل الكلا وهذا غير صحيح مريض الكلية عندما يشكو من التهاب بسيط أو من الرمال بسيطة أو أتربة بسيطة وعندما يجري بعض التحاليل والصور ويتبين أنه مصاب بمشكلة كلوية في بدايتها سواء كان المريض في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط الرابعة والخامسة لا وقتها الصمغ العربي مفيد لهذا المريض ويمكنه تناول كوب واحد يوميا لمدة شهرين ستكون النتائج جيدة يمكن تناول هذا الكوب قبل الطعام بساعة تقريبا مرة في اليوم وطبعا الشخص صغير المريض يمكن أن يتناوله بين الحين والآخر لحماية الكلا من الالتهابات والمشاكل والأمراض طيب ما هو أفضل مكمل غذائي مفيد لصحة الكلا؟ أفضل مكمل لصحة الكلا هو مكمل التوت البري كرام بيري هو مضاد أكسدة وعلاج طبيعي لمرضى حصوات الكلا ومرضى التهاب المسالك البولية والتي تسببها بشكل خاص جرثومة إيكولاي ومكمل التوت البري يساعد في دعم المناعة والجهاز المناعي ويساعد في عملية الهضم وداعم لصحة جهاز الهضم وصحة القلب وخفض الكوليسترول السيء LDL ومفيد للسيدات وخاصة بعد سن الأمل وانقطاع الدورة التمثية وطبعا التوت البري الطبيعي أفضل من المكمل الغذائي لكنه غير متوفر على مدار أشهر السنة لذلك يمكن تناول المكمل لتحقيق نتائج جيدة طيب ما هي العادات المؤذية للكلا والتي يمارسها معظم الناس ولا يدرون بأنها يمكن أن تسبب فشل كولوي وغسيل كلا معظم الناس لا يشربون ما تحتاجه أجسامهم من الماء والكمية التي يحتاجها الجسم عادة 2 لتر ماء يوميا أكتر أو أقل حسب وزن الجسم ومن الخطأ الجسيم شرب الماء فقط عند العطش لأن ذلك يسبب جفاف الجسم ويظهر ذلك واضحا من خلال لون البول الغامق وتزداد فرصة تشكل رمال وحصيات الكلا ومشاكل كلوية عدد كبير من الأشخاص لديهم عادة خاطئة وهي حصر البول أو احتجاز البول في المثانة وتأجيل التبول لأسباب متعددة هذا يساعد في حدوث التهابات ورمال وحصيات بولية عدد كبير من الأشخاص يجلسون لساعات طويلة بدون حركة بسبب العمل في المكتب أو على الأجهزة الإلكترونية هذا يسبب ركودة في الدورة الدموية وخطورة التعرض لجلطات ومشاكل في الكلا عدد كبير من الأشخاص يسهرون لساعات طويلة فالسهر وقلة النوم أقل من سبع ساعات في اليوم يمكن أن يسبب فشل كلوي بسبب ارتفاع الكورتزون وانخفاض الميلاتونين عدد كبير من النساء يتعرضن لالتهاب مسالك بولية بشكل متكرر ويتلقين علاجات تجريبية خاطئة بدون إجراء تحليل بول أو مزرعة وأهم سبب لتلك الالتهابات التشطيف الخاطئ في الحمام من الخلف إلى الأمام والصحيح هو من الأمام إلى الخلف كي لا تتعرض المنطقة التناسلية للتلوث والالتهابات من العادات المؤذية جدا للكلا التدخين وتناول الكحول الذين يسببان مشاكل صحية عديدة وخطيرة منها سرطان المثاني وسرطانات الجهاز البولي عدد كبير من الأشخاص يتناولون المسكنات ومضادات الالتهاب غير السيرويدية مثل بروفين، إيبو بروفين، فولتارين وغيرها هذه الأدوية يمكن أن تسبب فشل كلوي إذا تم تناولها بدون استشارة الطبيب طيب ما هي الأطعمة الضارة لمريض الكلية والفشل الكولوي الأفوغادو والموز والجوافة والفواكه المجففة مثل التين المجفف والعنب المجفف وأيضا التمر هذه الفاكهة مفيدة جدا لنا جميعا عندما نتناولها باعتدال الحصة اليومية ما يعادل حجم قبضة اليد من نوع واحد منها إلا التمر حبة إلى ثلاث حبات فقط لكن مريض الكلية في المرحلة 3 و 4 و 5 يجب أن لا يتناولها كي لا تتأذى الكلية بشكل أكبر فمستوى البوتاسيوم مرتفع في هذه الفاكهة المخللات والسكر الأبيض والدقيق الأبيض والخبز وزيوت القل النباتي المكرر السائلي والمهدرجة والموالح والمقارمشات المالحة والمشروبات الغازية واللحوم المصنعة هذه الأطعمة ليست جيدة لكنها لذيذة لذلك إذا كان لابد من تناولها بالنسبة لنا جميعا كأشخاص غير مرضى فيمكن تناول نوع أو نوعين منها في اليوم بكمية قليلة وبفترات متباعدة يعني كل حوالي 10 إلى 15 يوم أما مريض الكلا فلا يمكنه تناول هذه الأطعمة وبشكل خاص المريض في المرحلة 3 و 4 و 5 فهذا المريض إذا امتنع عن هذه الأطعمة فإنه بذلك يحمي نفسه من البدء بغسيل الكلا وتناوله لما سبق يؤدي لا سمح الله إلى فشل كلوي وغسيل كلا أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالية أم نوار بالرحمة والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر كأطباء أمراض باطنة وأخصائيين في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته